اشتركوا في القناة وليس تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني هناك مجموعات إرهابية أخرى تبنت أيضاً عدداً من الأعمال دعماً لذلك وإن حجم الفضائع التي ارتكبت لا تترك أدنى شك في التحضير والتخطيط لهذه العملية وهي عملية قاسية ومتبربرية تركت أثراً كبيراً فرنسا أيضاً عانت حتى اليوم توفي 32 مواطناً فرنسياً و7 في عداد المفقودين أو الرهائن وأود هنا أن أكرر طلبنا لإطلاق سراح كل الرهائن بدون تأخير وبدون آية شروط لا شيء يمكن أن يبرر أبداً الإرهاب أبداً ويحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها لكي لا يتكرر مثل هذا أبداً ورد إسرائيل لكي يكون قوياً يجب أن يكون عادلاً وليكون عادلاً يجب أن يكون متماشياً مع القانون الدولي ونحن نذكر بأن القانون ينطبق على الجميع في كل أظروف المبادئ السياسية والأخلاقية والمعنوية التي تبنيناها يجب أن تحترم وهذا إلزام علينا جميعاً رئيس الجمهورية الفرنسية ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك وسوف يستمر وأنا أذكر بذلك هنا إسرائيل لها الحق في الرد على الهجوم الإرهابي وبالتالي لحماية المدنيين ولكن يتعين على إسرائيل في ردها أن تحمي المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني لأن المدنيين غير مسؤولين عن أعمال مجموعة لا تمثلهم وهذا يجب أن يكون واضحاً جداً إن إرهابي حماس لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية ويجب أن نكرر ذلك في السياق الحالي حيث الأوضاع متقلبة جداً حيث بعض الأطراف تحاول بلبلة الوضع إن رفض أعمال حماس بشكل حاسم هو أفضل طريقة لإسماع صوت الشعب الفلسطيني فرنسا تدين أعمال حماس ولكنها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني لقد فعلنا ذلك دوماً في الماضي وسوف نستمر اليوم وفي المستقبل وسوف نستمر في تعزيز السلطة الفلسطينية وأمام هذه الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة أعلنت هنا في زيارتي إلى مصر الأسبوع الماضي عن مساعدة إضافية بعشر مليون يورو عن طريق منظمات الأولم المتحدة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة الأولية الأغذية الدواء ونحن على استعداد لمضاعفة هذا الجهد وهذا ما فعلناه لأن رئيس الجمهورية أعلن أعلن عفواً عن عشر ملايين يورو إضافية من المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني هذه المساعدة يجب أن تصل بشكل طارئ وبالتالي أعلنت فرنسا لهذا الغرض ونحن نحيي أيضاً كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا وخاصةً تلك الجهود التي تبدلها مصر والأمم المتحدة وإن تنفيذ هذا الاتفاق لابد منه سريعاً جداً والمساعدة يجب أن تصل بشكل مستدام لقد تم خطوة أولى هذا الصباح وقد حيينا جميعاً هذا الجهد ولكن يجب أن تكون هناك خطوة تالية ويجب أن تصل المساعدة بشكل مستدام المساعدة الإنسانية يجب أن تستهدف قبل كل شيء القطاعات الأكثر ضعفاً وهذا يعني هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار وهذا يعني أيضاً أن الذين يريدون مغادرة غزة يجب أن يتمكنوا من ذلك بدون أي شرط ونحن نقول هذا لمواطنين الفرنسيين وللعاملين في المؤسسات الفرنسية في غزة وأسرهم إذن الوضع الإنساني ملح وطارق نحن هنا جميعاً لأننا نعرف أنه يجب الاستجابة على وجه أفضل لتطلعات المشروع للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يريد الكرامة بعيداً عن فضائع حماس ويريد العيش بسلام مع الإسرائيليين ليس في المواجهة ولكن جنباً إلى جنب وبالتالي مسؤوليتنا الجماعية تحكم علينا أن نضع أفق أو أن نرسم أفق لتحقيق ذلك موقف فرنسا ثابت ولم يتغير ونحن نعيد التأكيد عليه اليوم طبعاً أمن إسرائيل ودولة للشعب الفلسطيني وهذه النقطتان كل لا يتجزأ الحل المستدام هو حل الدولتين تعيشان بأمن وسلام جنباً إلى جنب مسؤولياتنا تتمثل في التوصل إلى توافق على هذه الأسس لكي يندمل هذا الجرح في الشرق الأوسط أخيراً ولكن قبل كل شيء في الأيام المقبلة من الأهمية بمكان أن تفادى التصعيد واشتعال في المنطقة هناك قوى نعرفها جميعاً هنا قررت أن تصب الزيت على النار وأن تغذي الجرائم والحرب وأن تنفذ برنامجها للهيمنة وتضعف دول المنطقة وتنشر الفوضى وحدتنا في مواجهة هذه الدول أمر لا بد منه علينا أن لا نقع في هذا الفخ وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية الجماعية لنعود إلى داربي السلام شكراً جزيلاً لكم